اشتركوا في القناة نهاية المنهج علشان نحل اسئلة بعد كده ومراجعات وان شاء الله هنبتدي النهاردة بالدرس الرابع التطبيقات الرقمية طبعا ده في المحور الرابع وهناخد لحد نهاية الدرس الثامن وزي ما احنا متعودين يكون معانا كتاب وقلم ولو مش معانا كتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع يا أصحابي بيكلمنا عن التطبيقات الرقمية اللي بتساعدنا في معالجة البيانات ازاي نكتب البيانات بتاعتنا لو كانت بيانات كتب في شكل جمل وحروف ولو كانت بيانات رقمية يعني أعداد وأرقام وجداول حسابية احنا بنتكلم في الدرس الرابع عن نوعين من البرامج اول برنامج اسمه برنامج الورد وده برنامج تبع شركة مايكروسوفت الورد يعني كلمة البرنامج نفسه بيختص بمعالجة البيانات بتاعت الكلمات ازاي نكتب جمل وكلمات وصفح مكتوبة بشكل يكون منظم وكويس وفي نفس الوقت واضح فبرنامج الورد بيساعدك في حاجة زي كده وبيديك خيارات كتيرة جدا منها أشكال الخط أنواع كتيرة جدا للخط العربي أو الإنجليزي أو في أي لغة بيديك كمان أحجام وألوان للخط ده تقدر تكتب الخط بشكل كبير بشكل صغير بألوان مختلفة فده برنامج الورد وطبعاً دي صورة برنامج الورد النوع الثاني من البرامج هو اسمه برنامج الإكسل وبرنامج الإكسل ده برنامج بتاع جداول حسابية لو أنت بقى عندك شركة أو مؤسسة أو منشأة وعندك جداول حسابية وأرقام وميزانيات مبيعات أو مشتريات أو غيره بتقدر تستخدم البرنامج ده في أن أنت تعمل جداول حسابية بتاعتك تحسب بالحسابات بتاعتك بيسهل عليك كل حاجة وبيديك كمان خواص كتيرة جداً جواه بتساعدك أن أنت تعمل بعض العمليات الحسابية بشكل تلقائي أن أنت تدخل بس بعض الأوامر وانت بتعمل الجداول الحسابية بتاعتك فبيحسب لك النتائج على طول من نفسه من غير ما تعود تجمع وتطرح وتضرب فبيسهل عليك عملية معالجة البيانات الحسابية بشكل كبير جداً ده اسمه برنامج الإكسل ودي صورته طبعاً زي ما بقول لكم والبرنامج بتاع الإكسل ده كمان ممكن نستخدمه في أن احنا نكتب فيه الأرقام الخاصة بأي حاجة تانية مش لازم مبيعات أو مشتريات خاصة بموعيدك خاصة بدرجات بتاع كل طالب خاصة بأي حاجة أي حاجة لها دعوة بالأرقام أو الحسابات بيساعدنا فيها بشكل كبير جداً وبيسهل علينا عملية الجمع والطرح والضرب والإسمه أو تمثيل حتى البيانات الحسابية على طول بشكل ملخص من غير ما نتلغبط ومن غير ما نغلط فده في الدرس الرابع تعالوا وناخد ملخص الدرس الرابع مع بعض الدرس الرابع التطبيقات الرقمية طبعاً لازم نعرف أول حاجة أن المصادر اللي بتقدم لنا المعلومات هم ثلاث أنواع من المصادر فهنا بيعرفنا هي إيه الأنواع دي أول حاجة المطبوعات اللي هي المطبوعات الكتب والمقالات والصحف والموسوعات طبعاً ده المصدر ده المصدر القديم للمعلومات هو موجود لغاية دلوقتي ثاني حاجة هي الإنترنت وطبعاً دي حاجة من الحاجات اللي ظهرت بسبب التطور والتقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإنترنت طبعاً عليها مواقع إلكترونية متخصصة محركات بحثة زي جوجل وغيره مواقع التعلم الافتراضي اللي تكلمنا عنها في الدروس اللي فاتت الآخر حاجة بنك المعرفة المصري طبعاً ده برضو مصدر من مصادر المعلومات ثالث حاجة ممكن تكون بتقدم لنا معلومات هي المقابلات يعني أنا قابلتك أو أنت قابلتني واتكلمنا مع بعض في موضوع معين فتبدلنا المعلومات مع بعض فيقول لك هنا المقابلات بين شخصين أو أكتر ليهم معرفة بالمعلومات ثاني حاجة بيقول لك كيف نعرف أن المعلومات موصوقة كيف تقيم هذه المعلومات إزاي نتأكد المعلومات اللي معانا موصوقة ونتأكد أن هي سليمة ولا لأ أول حاجة لازم نعرف أن شخصية المؤلف أو المؤسسة اللي عاملة المعلومات أو المؤسسة اللي بتقدم المعلومات دي لابد أن تكون معروفة مش أي حده خلاص ثاني حاجة بيقول لك المعلومات لازم تكون حديثة لأن ممكن تكون المعلومات قديمة من فترك طويلة من الزمن فبالتالي بقت قديمة وطلع وثبت معلومات جديدة أو ثبت حاجات جديدة مش متضافة للمعلومات دي فالمعلومات بتكون غير دقيقة لو كانت قديمة دلوقتي لازم المعلومات تكون حديثة فبالتالي المعلومات لازم تكون حديثة ثالث حاجة هل المعلومات هي معلومات ولا أراء شخصية؟ طبعا لازم تكون معلومات ما تكونش أراء شخصية لأن ممكن واحد يكون أراء الشخصية اللي كتبها أراء غلط لكن لازم تكون المعلومة معلومة سليمة وليها مصادرها وليها الدلائل والإثباتات الخاصة بيها أن المعلومة دي صح مش رأي واحد وخلاص طبعا رابع حاجة بيقول لك المعلومات دي تعرض بشكل متحيز ولا لا؟ ممكن واحد يقول لك المعلومات بشكل متحيز يقول لك المفروض أن الحاجة دي غلط أو صح من وجهة نظره هو برضو ده يعتبر رأي شخصي فده لا مش منفعش كده المعلومات تكون غير سليمة وخامس حاجة هل المعلومة يذكر معها المصدر والأدلة على ذلك ولا؟ ودي أهم حاجة طبعا لازم يكون مصدر المعلومة والأدلة على المعلومة دي موجودة مع المعلومة لكن المعلومة لوحدها كده من غير المصدر ومن غير الدلائل الخاصة بصحة المعلومة دي يبقى المعلومة دي غير موصوق فيها كيفية تسجيل المعلومات التي بحثت عنها؟ إزاي بقى أسجل المعلومات اللي احنا بحثنا عنها؟ طبعا زي ما قلنا في برنامجين هنتكلم عنهم في الدرس ده معالج الكلمات اللي هو الورد والجداول الحسابية اللي هو الإكسل فبيعرفنا هنا معالج الكلمات اللي هو الورد برنامج من خلاله يمكن كتابة المعلومات التي حصلت عليها وتنصقها وإضافة الصور وإضافة المصادر والمواقع واختيار التصميم ولون وحجم ونوع الخط المناسبين أما الجداول الحسابية اللي هي الإكسل برنامج يحتوي على العديد من الأعمدة والصفوف التي تساعدك في تقديم المعلومات الحسابية والأرقام التي حصلت عليها ده كان الدرس الرابع تعالوا نروح الدرس الخامس الدرس الخامس الخوارزميات أو ألجوريزم ألجوريزمس أو الخوارزميات طبعاً الدرس ده بيكلمنا عن حاجة اسمها الخوارزميات يعني إيه الخوارزميات؟ الخوارزميات هي سلسلة خطوات بتشرح أداء حاجة معينة مهمة معينة يعني أنا مثلاً قلتلك لو سمحت عايز أشرب كباية مية ممكن تجيب لي كباية مية فأنت هتعمل إيه؟ أول حاجة الخطوات بقى الخوارزمية بتاعت أداء المهمة دي إن أنت هتقوم من مكانك هتمشي مثلاً لحد المطبخ بتاعك وبعدين هتجيب كباية مية وبعدين هتملاها وبعدين هتجيبها وبعدين هتقول ليه تفضل دي خوارزمية بتشوف الموضوع بسيط إزاي؟ فالخوارزمية هي سلسلة خطوات بتشرح أداء حاجة معينة مهمة معينة عمل معين موضوع بسيط جداً هنا بنتكلم عن الخوارزميات وهنعرف هي ليه تسمت بالشكل ده ومين أول واحد استخدمها وطبعاً الموضوع ده جميل جداً والدرس ده جميل جداً فبيقول لنا هنا الدرس الخامس الخوارزميات أو algorithm الخوارزميات سميت بذلك نسبة لعالم الرياضيات محمد بن موسى الخوارزمي وده كان عالم مسلم ومن علماء طبعاً الرياضيات وكان راجل هو الأسس علم الخوارزميات ده ولأنه اعتمد قديماً في حل المسائل الرياضية على التسلسل والاختيار والتكرار كان بيحل المسائل الرياضية بأنه هو بيحط لها خطوات علشان تتحل ويسهل على نفسه حل أي مسألة رياضية فهو عم محمد بن موسى الخوارزمي علم الرياضيات ده هو ده اللي تسمى على اسمه الخوارزميات يعني إيه بقى خوارزمية؟ بيقول لك الخوارزمية هي سلسلة من الخطوات التي تشرح كيفية أداء مهمة معينة في حياتنا اليومية مهام كثيرة لتطلب الخوارزمية بيقول لك هنا مجموعة من الأمثلة وزي ما قلنا إحنا ما بنحفظ إحنا بنفهم دلوقتي أهم حاجة ولما نجي نحل الأسئلة مع بعض نشوف الإجابات والأسئلة أنت لوحدك هتلاقي نفسك حفظت المعلومة فبيقول لنا هنا مثال حل مسألة لفظية في الرياضيات بتتطلب تقسيم السؤال إلى أجزاء وحله في شكل خطوات مرتبة للوصول للنتاج النهائية ده أول حاجة يعني أنت أي مسألة رياضية ممكن تقابلك ممكن تستخدم نظام الخوارزمية ده في أن تتقسم المسألة دي الخطوات صغيرة ومرتبة وبالتالي هتوصل للناتج النهائي بمنتهى السهولة مثال تاني لما تيجي تنظف غرفتك بتحتاج أيضا لفكرة الخوارزميات بأول حاجة بتنظف الغبار تاني حاجة بتمسح الأسطح المستوية تالت حاجة بتنظف الأرضية مثال كمان الإرشادات في الطريق بتقدم نوع من أنواع الخوارزميات وانت ماشي في الطريق بتلاقي لوح كده بتقولك اتجه إلى الأمام انعطف يمينا أو يسارا وهكذا دي كلها خطوات بتساعدك على أنك توصل للهدف أو المكان اللي انت رايحه بمنتهى السهولة فبالتالي دي شكل من أشكال الخوارزميات الخوارزميات بتساعد في تحديد النتائج الأكثر صلة بموضوع بحثك فمثلا لما تيجي تفتح موقع البحث بتاع جوجل أو أي موقع بحث بتيجي تكتب موضوع معين اسم موضوع معين وبتكتب بعض الكلمات المفتاحية اللي هي خاصة بالموضوع بتاعك أي كلمات متعلقة بالحاجة اللي انت بتدور عليها فالمحرك بتاع البحث ده بيستخدم فكرة الخوارزميات وبيتخذ خطوات لتقديم نتائج للبحث بتاعك بيقاضي يستخدم بقى جواف البرامج بتاعته في الأكواد بتاعته والأكواد بتاعته دي نوع من أنواع الخوارزميات هقولك زي دلوقتي لحد ما يجيب لك كل حاجة متعلقة بالكلمات اللي انت كتبها في البحث وبكده نكون أخدنا الدرس الخامس تعالوا نروح للدرس السادس الدرس السادس نسم مبادئ البرمجة مبادئ البرمجة البرمجة هي عبارة عن أكواد أو كودنج أكواد بتتكتب جنب بعضها بشكل متسلسل وتحت بعضها وبعد ما بنكتب الأكواد دي اللي هي بنروح مجمعينها مع بعض فتعمل لنا برنامج أو طبيق أو لعبة أو حاجة المهم أن الأكواد دي هي خطوات مبسطة مكتوبة للكمبيوتر يعملها في حالة إن الإنسان اللي قاعد قدامه ضغط على زرار معين كتب حاجة معينة أمر أمره معين أو طلب أمره معين من الكمبيوتر فدي نوع من أنواع الخوارزميات زي ما احنا جايفين في الصورة قدامنا دي الأكواد أو الكودنجز الموجودة جوة البرنامج اللي احنا ممكن نكون بنصممه دلوقتي ده ممكن يكون برنامج ممكن تكون لعبة ممكن يكون فيديو حتى الأكواد دي هي أوامر مبسطة أو صغيرة للكمبيوتر عشان الكمبيوتر يفهمها فبنقوله هنا لو مثلا اليوزر أو المستخدم اللي قاعد قدامك عمل حاجة معينة يبقى أنت المفروض تتنفز له الأمر ده لو ضغط على صورة افتحها له لو ضغط على فيديو افتحه له لو فتح اللعبة الفلانية افتحها له لو جوه اللعبة مش يمين ودهس على زرار خاص بالتجاه اليمين تمشي يمين وهكذا فدي تعتبر أوامر أوامر أو سلسلة من الخطوات يفهمها الكمبيوتر علشان ينفز الأوامر بتاعتنا وإحنا قدامه أو حتى جوه الموبايل برضو في البرامج بتاعة الموبايل والألعاب بتاعة الموبايل الموبايل بتبقى معمولة برضو عن طريق الأكواد بتاعة البرمجة فبمتها البساطة هي دي فكرة مبادئ البرمجة اللي عندنا في الدرس السادس تعالوا نقرأ مع بعض ملخص الدرس السادس طبعا هنا بيقول لنا البرمجة أو كوديج هي عبارة عن كتابة خوارزميات متعددة لإنشاء برنامج كامل أو لإنشاء أفلام وألعاب ورسوم متحركة مثل موقع code.org ولغاية برمجة أخرى ده اللي احنا عايزين نعرفه في الجزء ده نروح للدرس السابع وفن الجرافيك أو الجرافيك أرت الجرافيك يا أصحابي اللي هو أي حاجة خاصة بالألوان وبالصور وبالفيديوهات والرسوم طبعا الصور والرسوم اللي هنتكلم عنها في الدرس السابع أي صور وأي رسوم ممكن كمان تعمل صور ورسوم عن طريق استخدام الكمبيوتر وبعدين تحطها في برنامج زي ما قلنا من شوية زي برنامج معالجة الكلمات اللي هو الورد جنب الكلام اللي انت كتبه يوضح الفكرة بتاعتك ممكن تحطه في برنامج بتاع العمليات الحسابية توضح فكرة معينة لها دعوة بالحسابات فن الجرافيك أو الجرافيك أرت بيوضح لنا زي ان احنا ممكن نعدل ونعمل تعديلات كثيرة أو في أي صور ممكن تكون عندنا وطبعا ده عن طريق استخدام برامج بس هنتكلم في الدرس ده عن برنامج النهاردة موجود في أي كمبيوتر جوه أي ويندوز وهو اسمه المايكروسوفت باينت تعالوا أوريك وهو بيتفتح منين بندوس هنا على الستارت مينيو ممكن نكتب في السرش هنا paint فتح لنا المايكروسوفت باينت هي دي شكله هو ده صورته ممكن ندوس open هنا ندوس open اتفتح هي دي هو ده البرنامج اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة أي واحد فيكو عنده الكمبيوتر بتاعه في البيت أو عنده لابتوب ممكن يفتحه زي ما قلنا من شوية وبعدين هتلاقيه قدامك البرنامج بشكل ده أعيزك بقى تقعد تجرب compromise ممكن ترسم رسم ممكن تدوس على الالم ده و تروح اعمل كده ممكن تدوس على الالم ده وتختار اي لون وترسم به كده وتعمل كده وتقدر تعدل تقدر ترسم رسوم دي الدايرة مثلا ونختار اللون ونروح عاملين كده عملنا دايرة اختارنا ده عملنا كده اختارنا اللون الاسود وعملنا بكده نختار شكل تاني نختار سهم نروح عاملين كده اي حاجة انت بتختارها من الحاجات دي وباللون اللي انت عايزه بتتعاملك بمنتها السهولة طبعا فيه هنا File و Home و View والأدوات دي كلها دي مثلا الأستيكة بنمسح بيها عايزك تجرب الكلام ده اول ما يكون قدامك الكمبيوتر جرب كل الحاجات دي ده اسمه Microsoft Paint او برنامج الرسام اللي موجود على اي كمبيوتر في اي ويندوز في الدنيا تقدر تعمل بيه كل اللي انت عايزه هنتكلم عنه دلوقتي وعن القوائم بتاعته اهم حاجة ان احنا نكون فاهمين زي ما قلنا لما نيجي نحل اسئلة ان شاء الله مع بعض هتلاقي الموضوع سهل جدا تعالوا نروح لملخص الدرس السابع مع بعض الدرس السابع فن الجرافيك او الجرافيك ارت برنامج Microsoft Paint بيستخدم في مجال تحرير الصور والرسوم وابتكار وتصميم رسوماتك الخاصة زي ما قلت ممكن ترسم عليه اي رسومات خاصة بيك بممتال سهولة بنفتح البرنامج منين بنفتح برنامج Microsoft Paint من قائمة Startup اختر ملحقات Accessories ثم برنامج رسام Microsoft Paint مكونات البرنامج طبعا اللي هنتكلم عنها الجزء العلوي فيه شريط الادوات اللي هو زي ما قلنا ده ده شريط الادوات اللي فيه كل الحاجات دي وشريط القوائم اللي هوا الMenu bar اللي هوا ده اللي فيه menu File و Home يبقى ده Tools qubit اللي فيه الالوان والม��ıyم والمأستيكا والحاجات الي احنا ممكن ده نروح بالمالين به ده نخلي الخط مش عارف از ده و ده اسمه Tools Bar اللي فيه الادوات Tools Bar يعني شريط الادوات Tool يعني اداe و Bar يعني شريط menu bar اللي هو الشريط اللي في القوائم دي menu دي menu دي menu شريط الأدوات التول بار بيحتوي على الأدوات اللي بتستخدمها في تصميم رسمك زي الشريط البيضاء الشكل البيضاوي المستطيع للخط المستقيم والخط المنحني زي ما قلنا كل الحاجات اللي احنا جربناها من شوية ألم الرصاص والفرشة الممحاة الملئب الألوان البخاخ التحديد أداة النص أما شريط القوائم أو المينيو بار بيحتوي على العديد من الأوامر مثل فتح ملف جديد حفظ الملف اللي انت كنت شغال عليه إغلاق البرنامج تحريق ألوان وصور يمكن من خلال برنامج الرسام ان احنا نقص جزء من صور من خلال أمر كروب تغيير حجم الصور أو اتجاهاتها عن طريق ريسايز إضافة نص للصورة عن طريق تيكست من البرامج اللي بتوفر أدوات جرافيك هو برنامج معالج الكلمات الورد زي ما قلنا وللوصول إلى أدوات الجرافيك والأشكال ببرنامج وورد من خلال مينيو بار بنختار كلمة insert بنختار من قيمة insert أو ادراج أي شكل أو ايكونة أو نموذج سلسل الأبعاد أو رسوم تخططية أو حتى صورة بنقدر نحطها بمنتعل سهولة وبكده نكون أخدنا الدرس السابع وهو فن الجرافيك أو الجرافيك أرت حالوا نروح لآخر درس معانا النهاردة وهو الدرس الثامن إنشاء عرض تقديمي الدرس الثامن إزاي نعمل عرض تقديمي أو presentation presentation أو عرض تقديمي بنستخدم هنا برنامج اسمه Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint هو برنامج عاملها شركة Microsoft برضو اللي هي عاملة Windows البرنامج ده بيسهل علينا عرض المعلومات والبيانات بمنتهل سهولة يعني إيه؟ يعني بنفتح البرنامج ده بعد ما نسطبه على الكمبيوتر بنروح فتحينه بيدينا options كتير قوي منها مثلاً option اسمه slide show أو عرض الشرائح slide show أو عرض الشرائح دي بيدينا مجموعة شرائح كده مجموعة شرائح كده موجودة قدامنا بنحط على كل شريحة كلام صور فيديوهات ونقعد نقلب بينهم نتحرك بين كل شريحة والتانية والبرنامج ده بيساعدنا إن إحنا نعرض الشرائح دي بشكل كويس جداً يجذب انتباه الناس اللي بتتفرج على عرض بتاعنا بمنتهل سهولة ويخليهم مستمتعين وهم بيشوفوا العرض التقديمي بتاعنا تعالوا نشوف ملخص الدرس الثامن الدرس الثامن إنشاء عرض تقديمي برنامج العرض التقديمية الpowerpoint بيستخدم لتصميم عرض تقديمية بتحتوي على نصوص وصور وأصوات ومؤسطرات حركية وتأثيرات مختلفة ومميزة زي ما قلنا لإنشاء عرض تقديمي بنفتح برنامج الpowerpoint بنضغط على عرض تقديمي فارغ black presentation وبعدين بنلاقي أول حاجة ما يعرف بالشريحة أو السلايد بنكتب فيها عنوان الموضوع أول سلايد بنكتب عليه عنوان الموضوع تاني حاجة بنضيف شريحة جديدة فبنضغط new slide وبعدين بنحط فيها الحاجات اللي احنا عايزين نحطها وهكذا كل شوية نحط سلايد جديدة لو عايزين نضيف حاجة جديدة بعد كده بيقولك لتغيير شكل وتصميم الشريحة أو السلايد بنختار الأمر layout من قيمة home وتختار التصميم المناسب طبعاً ده لما تحب تعدل في شكل الشريحة أو السلايد اللي قدامك لإضافة نص بنضغط على مربع النص في الشاشة الافتتاحية طبعاً إضافة تأثيرات وبصريات مثل الanimations وده المهم اللي انت تعرفه دلوقتي معايا في الجزء ده يعني مؤسرات حركية وهي مؤسرة حركية للمحتوى كل شريحة انت تتخلي الكلمات تتحرك وهي بتتعرض انت تتخلي مثلاً الشريحة وهي بتتعرض بدل ما تطلع كده على طول على الشاشة تطلع كده كأنها بتتقلب وتروح فتحها تاني حاجة الانتقالات أو الترانزيشنز انتقالات وهي مؤسرات بصرية عند الانتقال من شريحة لأخرى تالت حاجة التصميم الديزاين لاختيار التصميم لكل شريحة وخلفية لازم بتختار كل شريحة ليها هيكون خلفية شكلها حلو ويكون التصميم بتاعها كويس طبعاً الحاجات دي لازم نكون عارفينها الانيميشن يعني مؤسرات حركية يعني انتقالات يعني ترانزيشنز يعني تصميم يعني ديزاين يعني ايه رسم يعني درو طبعاً لما تيجي تختار اي ادوات رسم وطبعاً عرض الشرائح او السلايد شو اللي احنا قلنا عليه ان بعد ما نخلص البروجيكت او المشروع اللي احنا عملينه او البرزنتيشن العرض اللي احنا عملينه بنروح عاملين حاجة اسمها سلايد شو بنروح مشغلين البرنامج بنقول له اعرض لنا بقى كل الشرائح اللي احنا عملناها يبتدي يعرضها لنا فبيعرض الشريحة ونتيجة عملك من خلال الضغط على ايكونة العرض او F5 بتبقى F5D او F5 موجودة في الكيبورد واخر حاجة بيقول لك ادراج واضافة الصور من قائمة insert زي ما قلنا من شوية وبعدين بتختار الصور اللي انت عايزها قواعد يجب مراعاتها عند تصميمك لعرض تقديمي لما تيجي تصمم عرض تقديمي لازم تتبع بعض القواعد اول حاجة لازم تتجنب الفقرات والجمل الطويلة علشان اللي قاعد بيشوف العرض بتاعك ما يملش وميحسش بالملل تاني حاجة التحقق من ان يكون نوع الخط وحجمه مناسبين زي ما قلنا المرة اللي فاتت لا يكون صغير قوي بحيث ان الناس ما تعرفش تقراءه ولا يكون كبير قوي بحيث الناس ما تحسش ان العرض التقديمي بتاعك والسلايدز او الشريح بتاعتك مقتزة بكلمات كتيرة وكبيرة ثالث حاجة استخدم صور مناسبة للموضوع بدل من النصوص كلما امكن لان الناس بتحب تشوف الصور اكتر ما بتحب تقرأ الكلمات فلالناس اي حد اممكن كمان يبقى في حد مثلا ما عندوش مهارة بتاعت صورة القراءة لكن لما يشوف صورة هيفهم انت بتقول ايه ولان هو بيبقى سمع كنت بتتكلم وانت بتعرض كل شريحة او كل سلايد في العرض التقديمي بتاعك بكده نكون انهينا الدرس الثامن وانهينا مع منهج التكنولوجيا المعلومات والاتصالات او الاي سي تي اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة انتظرونا نحل مع بعض اسئلة كتيرة على المنهج اتمنى اليه 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته